أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تكسيداً وقعياً وتنفيذاً عملياً لهدف مهم ومحوري وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وخلال مرسم توقيع وثيقة التعاون لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن شدد مدبولي على أهمية الوثيقة في تحقيق التبادل التجاري لصالح الدول الثلاث فما نوقعه اليوم يمثل تكسيداً واقعياً وتنفيذاً عملياً لهدف هام ومحوري لنا جميعاً وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ذلك الهدف الذي كان حاضراً في أزهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي حيث نصت المادة الثانية فقر ألف من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري وأمور الزراعة والصناعة